لفترة طويلة كان الناس يبحثون عن أدلة وإثبات على وجود موقع مدينة أتلانتس الأسطورية التي يقال وفقا للأسطورة أنها غرقت في مكان ما في البحر هناك بالفعل العديد من أفلام هوليوود المثيرة المكرسة لهذا الموضوع هناك أيضا الكثير من الناس الذين يصرون على أن بقايا أتلانتس يمكن العثور عليها في مكان ما في أعماق المحيطات ولكن يرى معظم العلماء الأمر بشكل مختلف حيث يؤكدون أن مدينة أتلانتس كانت من صنع خيال الفيلسوف اليوناني أفلاطون الذي استخدم المدينة فقط كاستعارة لجعل أفكاره أكثر قابلية للفهم هل كان هناك وجود لهذه المدينة بالفعل؟ وإن كانت قد وجدت فكيف اختفت بهذه الطريقة الغامضة؟ كل هذا وأكثر سنكتشفه في هذا الفيديو المتير فتابعونا ولا تنسوا الاشتراك برزت أتلانتس الأسطورية لأول مرة وحازت على اهتمام الجمهور في أواخر القرن التاسع عشر عندما نشر عضو الكونغريس الأمريكي السابق إغناشيوس دونلي كتابه عن أتلانتس يحكي هذا الكتاب الذي كتب عام 1882 قصة مدينة منسية منذ زمن طويل تسمى أتلانتس والتي غرقت منذ آلاف السنين في المحيط دون أن تترك أثرا قبل نشر كتابه كانت تعرف أتلانتس باسم مدينة أفلاطون الخيالية الذي أراد من خلالها نقل أفكاره الفلسفية ولكن إغناشيوس دونلي كان متأكدا من وجود المدينة بالفعل وأنها ليست مجرد أسطورة من المرجح أن أتلانتس كانت حضارة هائلة وقيمت على جزيرة وكانت هذه الحضارة متقدمة جدا على باقي الحضارات والشعوب أشار أفلاطون لأول مرة لأتلانتس في حواراته المشهورة طميوس والتي كتبت حوالي عام 360 قبل الميلاد تحدث أفلاطون في هذه الحوارات عن بلد سحري وعجيب والذي يقع وراء أعمدته رقلة وكان المكان المقصود هنا هو ممر جبل طارق الواقع بين إسبانيا والمغرب وحسب اعتقاد أفلاطون فإن أتلانتس أسسها بوسيدون إله البحر حسب معتقدات الإغريق وكان ابنه أطلس هو أول من حكم هذه الحضارة وقد كانت أتلانتس تتوفر على جيش في غاية التقدم والقوة كما كانت تملك تكنولوجيا متطورة جدا وقد كانت حسب أفلاطون أكبر من ليبيا القديمة وفقا لمصادر أخرى كان لدى أتلانتس كميات هائلة من الطعام والذهب والفضة وما إلى ذلك ويزعم أيضا أنه كانت لديهم حيوانات غريبة مثل الفيلة وقد كانت أقوى حضارة في ذلك العصر ولكن وفق رواية أفلاطون فإن الجزيرة تعرضت لزلزال وبركان مذمرين والذان أغرق الجزيرة في ظرف يوم وليلة تكهن أفلاطون بأن الآلهة عاقبت أتلانتس بسبب عزلتها وفسادها الأخلاقي وتعطشها للثروة والسلطة يرشح البعض أن غرق أتلانتس حدث منذ حوالي 9000 عام بينما أشارت مصادر أخرى إلى أنه حدث حوالي 9400 سنة قبل وقت أفلاطون هذا يعني ما يقرب الـ 12 ألف سنة من الآن الأمر الغريب في هذه القصة أنه بعد كل هذا الوقت والبحث في التاريخ فإنه لم يسبق لأحد أن ذكر اسم أتلانتس قبل أفلاطون وهذا أمر مريب لأنه لو وجدت مثل هذه الإمبراطورية المتقدمة والقوية في الماضي فلماذا لم يتم ذكرها أو وصفها في أي مكان آخر هذه حجة قوية على أن المدينة لم تكن موجودة حقا لأنه إذا كانت موجودة بالفعل فمن الناحية النظرية يجب أن تكون هناك الكثير من المصادر التي وصفتها ووصفت عظمتها ولكن أفلاطون قد زعم أن قصة أتلانتس لها أصل يوناني ولكن قد طواها النسيان بعد مرور آلاف السنين ولكن رجل الدولة المصرية المسمى سولون أعاد تاريخ أتلانتس لجمهور وأكد على صحته وهكذا تعرف فلاطون على قصة الحضارة الغارقة ولكن أحقا لم يتم ذكر هذه المدينة في كتب التاريخ؟ لم ينفي العلماء بشكل قطعي احتمال وجود حضارة أتلانتس ولكن الشكوك تحوم حول القصص التي تروى عن هذه الحضارة فالغالبية العظمى ترى أن القصص التي تتحدث عن الجزيرة ما هي إلا مجموعة من القصص المأخوذة من حضارات مختلفة تم تجميعها في قصة واحدة وتم إسقاطها على حضارة أتلانتس ما يجعل رواية أتلانتس الحضارة المتقدمة مجرد خيال ليس له علاقة بالواقع الدليل على هذه الفرضية يعيدنا إلى الحضارة المينوسية والتي تكونت من جزيرتين يونانيتين وهما جزيرة كريت وجزيرة ثيرا المعروفة اليوم باسم سانتوريني ازدهرت هذه الحضارة وأصبحت في ذروة شهرتها في الألف الثالث قبل الميلاد إلى الألف الأول قبل الميلاد عندما أشرف القرن السابع عشر قبل الميلاد توالت الغزوات والحروب من الخارج والكوارث الطبيعية والهزات الأرضية التي أحدثت في العمران الرائع خرابا ودمارا ومن المرجح أن قصة الحضارة المينوسية قد ألهمت فلاتون لاختراع قصة أتلانتس الاحتمال الآخر هو أن الأحداث حول أتلانتس يعود أصلها إلى العام 5600 قبل الميلاد في هذا الوقت ارتفع مستوى سطح البحر بشكل كبير من البحر الأسود جميع الشعوب التي كانت تعيش على سواحل البحر الأسود تعرضت لفيضان دافن مدنهم بالكامل تحت الماء ثم روى الناجون حكايات تلك الكارتة ومع مرور آلاف السنين تغيرت التفاصيل والقصة قليلا في كل مرة حتى وصلنا لرواية أفلاطون وهذا يمكن أن يكون تفسيرا محتملا لحكاية أتلانتس ولكن أين يمكن لمدينة تسمى أتلانتس أن تكون موجودة؟ لقد تعامل بعض الباحثين مع هذا السؤال بالضبط وقدموا نظريات حول المكان الذي قد يكون مكان تواجد الجزيرة الغارقة أتلانتس وبعض هذه الفرضيات تدل على أن الموقع المحتمل هو البحر الأبيض المتوسط وبشكل أكثر دقة في موقع كان يسمى أعمدة هرقل أو مضيق جبل طارق اليوم كما ذكرنا سابقا هذا هو المضيق الضيق الذي يفصل بين إسبانيا والمغرب باحثون آخرون مثل شارلز بيرليتس ادعى في سبعينيهة أن الجزيرة كانت في مكان ما بالقرب من جزر البهامس وقد ابتلعها مثلة بيرمودا ومثلة بيرمودا هو تلك المنطقة البحرية الملعونة حيث اختفى عدد من الطائرات والسفن دون أن يترك أثر كان مقتنعا بالفعل في عام الفتسعمائة والثمانية وخمسين بأن الجزيرة ازدهرت بالقرب من القارة القطبية الجنوبية منذ حوالي 12 ألف عام عندما قيل أن المنطقة كانت أكثر استوائية تظهر نتائج البحوث التي أجريت على الصفائح التكتونية أن هذا غير مرجح هناك العديد من المواقع الأخرى المحتملة لأطلنتس على البحر الأسود وقبالة سواحل شمال إفريقيا وحتى المحيط الهادي هي تلك الجزيرة الرائعة والأسطورية التي كتب عنها أفلاطون منذ حوالي 2300 عام وهي بالنسبة لمعظم العلماء مجرد وسيلة استخدمها أفلاطون لتوضيح أفكاره بشكل أفضل كانت الرسالة التي ربما أراد أفلاطون نقلها هي أنه بغض النظر عن مدى عظمة الأمة فإن هذه الأمة محكوم عليها بالفناء إذا أصبح الناس فيها فاسدين أخلاقيا وانهار فيها النظام القانوني والاجتماعي هذا لا ينفي أن الجزيرة التي وصفها أفلاطون كانت موجودة بالفعل وقد غارقت في المحيط بسبب كارثة طبيعية ولكن حتى يومنا هذا لا يوجد دليل قوي على وجود جزيرة كهذه ولكن من يدري ربما في وقت ما في المستقبل سيتم استرداد بقايا مدينة قديمة من أعماق المحيط الوقت وحده من سيقدم إجابات على تساؤلاتنا ولكن حتى ذلك الحين ستظل جزيرة أطلنتس العظيمة أسطورة فقط نرحب أيضا بأفكاركم حول مواضيع جديدة في التعليقات